وفي تصريحا خاص لمركز الأخبار أكد المحلل السياسي أحمد ركبان بأن للمملكة العربية السعودية الشقيقة مواقفها الثابتة والواضحة تجاه العديد من القضايا العربية والدولية وعشار ركبان إلى الدور المهم الذي ترعبه السعودية على المستوى الإقليمي والدولي لما فيه خير وصالح الأمتين العربية والإسلامية المملكة السعودية لم يُعهد عنها منذ التأسيس منذ عهد الملكة بالإسراء رحمه الله إلى عهدنا الحاضر أنها تتدخل في شأن الآخر إلا إذا طلب منها من الحكومات الشرعية كما حدث في اليمن الشقيق وكما حدث في البحرين في أزمة من الأزمات لا يمكن المملكة السعودية تدخل في أي دولة من الدول أو تتحكم في أنظمتها وفي قراراتها على الإطلاق إنما الحقيقة المملكة تدعم الحكومات الشرعية تدعم المواقف الشرعية والمواقف الدولية ولذلك المملكة صنعت مجد منذ أكثر من 85 سنة تقريبا السياسة الثابتة للمملكة السعودية منذ عهد الملكة عبد العزيز منذ أوجد الدستور جعلت الحقيقة من المملكة أن تكون أكثر قربا للآخر ولذلك الآن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال يقدم خدمات لم تقدمها المتحدة على مدار 20 سنة ماضية التكلفة المادية الضخمة التي جعلت المملكة السعودية لمساعدة الآخر هي التي أثبتت التوازن بينها وبين الشعوب الأخرى تجد المملكة السعودية أيضا حاضرة في كميع دول العالم في الإغاثات العالمية في المشاكل في الأزمات الجوية في الأزمات التي تحدثت سواء كان في فيضانات أو في غيرها المملكة حاضرة برجال أعمالها بحكومتها بكل ما تقدم مساعدات للشعوب